أكثر من ستة آلاف متعاطن وتاجر للمخدرات تم القبض عليهم منذ بداية العام الحالي وحتى الآن في عموم البلاد آفة بدأت تنتشر بشكل واسع داخل المجتمع مدرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية كشفت عن نوعية المواد المخدرة المنتشرة في كل محافظة والتي بدورها أشارت إلى أن هذه المواد تدخل إلى البلاد عن طريق دول الجوار لتهريبها إلى دول الخليج العربي أما في الديوانية فقد أعلنت قيادة الشرطة تنفيذ عملية نوعية تمكنت من خلالها من قتل أحد تجار المخدرات واعتقال آخر من المتهمين بقتل العقيد أحمد كامل قبل نحو شهرين قيقتنا عدد الموقع قبض عليهم من قبل مفارز مدير العام الكافحة المخدرات في كافة محاوظاتها من الشمال إلى الجنوب بلغ لحد يوم 22 خمسة أكثر من 6000 شخص تم القبض عليهم بين تجار ومتعاطين محاوظات جنوبية تمتاز تعاطي أكثر الأحيان كل عدنا مادة كريستال والحشيشة وفي بعض الأحيان محاوظات الغربية أيضا تمتاز في موضوع تجارة وتعاطي الحبوب كبتازون وكل هذه المواد المقدرة تصب جله تمامهم قبل بعض التجار لغراض تهريبها إلى دول الخارج العربية خلال عملية نوعية تم القبض على المتهم الذي قام باختيال العقيد أحمد كامل مدير مديرية مكافحة المخدرات في المحافظة الديوانية وقتل زميله الذي كان بصحبة المتهم خطر الانتشار الواسع للمخدرات في الفترة الأخيرة يعزوه مراقبون إلى غطاء سياسي يقف خلفه للبحث عن تمويل بالإضافة إلى خطورة هذه العصابات المتاجرة بهذه المواد والتي باتت تهدد القوات الأمنية بالمواجهة المسلحة معها وسط مطالبات بوضع معالجات تتناسب مع حجم هذه الآفة الخطرة قضية المخدرات ليست قضية عرضية ليست هي اقتصادية محلية بقدر ما هي أشك أنها مصادر تمويل لقوة فاعلة في المجتمع العراقي وبالتالي لا يمكن لهذه العصابات التمدد والتحرك بهذه الطريقة دون غطاء سياسي هناك خطر أمني أيضا كبير هذه العصابات تمتلك سلاح أصبحت تقاوم الجهات الأمنية والدليل أن هناك ضباط تمت مواجهة وتم قتلهم في أثناء تعيذية الواجب وأثناء مداهمتهم لأوكار هذه العصابات يعني الموضوع خطير عدم ضبط الحدود وارتفاع نسب البطالة بين الشباب وانعدام مراكز معالجة الإدمان هي أهم عوامل انتشار المخدرات في البلاد بالإضافة إلى حماية كبار تجار المخدرات من قبل أشخاص وجهات متنفذة كما يقول مراقبون من الدواني حيد النذار السومرية ترجمة نانسي قنقر